أنتم الآن في نشرة الموجز كشف البحث الوطني حول مسوى معيشة الأسر المغربية لسنة 2022 الصادر عن المندومية السامية للتغطيط عن أكثر من 70% من الأسر المغربية تواجه صعوبات في تغطية نفقتها مما يشير لاستمرار معاناة شريحة واسعة من السكان من الأوضاع الاقتصادية الصعبة وصرح 70.1% من الأسر بأنهم يتمكنون من تغطية نفقاتهم بصعوبة بينما تمكنت 13.6% فقط من تغطية نفقاتها بدون صعوبة وتختلف هذه النسب بشكل كبير بين مختلف الفئة الاجتماعية حيث تتمكن 78.9% من العشر الأكثر يسرا من تغطية نفقاتهم بدون صعوبة بينما تنخفض هذه النسبة إلى 2% فقط لدى العشر الأقل يسرا ويرى 75.1% من أرباب الأسر وفق ما جاء في تقرير المندوبية أن مستوى معيشتهم قد تدهورت مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كورونا ويعد ارتفاع تكلفة المعيشة السبب الرئيسي لتدهور مستوى معيشة الأسر حيث أشار إليه 45.3% من أرباب الأسر الذين صرحوا بتدهور مستوى معيشتهم كما تتركز مخاوف أرباب الأسر خلال الأشهر 12 المقبلة على تكلفة الغذاء 24.9% والرعاية الصحية 19.2% الملابس بـ 12.8% والنقل 11% وتعليم الأطفال 9.8% ثم التجهيزات بـ 8.6% علم من مصدر مطلعن محكمة الاستئناف بفاس أجرت اليوم الاثنين بطلب من دفاع محاكمة القياد في حزب العدالة والتنمية عبدالعلي حامي الدين إلى غاية 25 نوانبر المقبل على خلفية الملف المتابع فيه والمرتبط بقت الطالب اليسار أيتل جيد محمد بن عيسى بداية تسعينة القرن الماضي وكانت ابتدائية فاس قد أدنت حامي الدين بالحبس ثلاث سنوات نافذة بجناية الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه تشهد أسعار التين الشوكية الهندية في الأسواق المغربية ارتفعا قياسيا مع حلول فصل الصيف حيث تتراوح أسعار الحبة الوحيدة ما بين 6 و 8 دراهم ما أثر سيئا واسعا بين المواطنين خاصة عشق هذه الفاكهة التي طالما عرفت بكونها فاكهة الفقراء ويلاحظ هذا الارتفاع بشكل خاص في بعض الأسواق التجارية الممتازة حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من التين الشوكي في سوق لابيل في 240 درهم الأمر الذي اعتبر العديد من المواطنين أسعارا خيالية غيبت هذه الفاكهة عن موائد الفئة الهشة ومحدودة الدخل قالت السعودية الأحد إن عدد الأشخاص الذين توفوا خلال أداء مناسك الحج التي تزامنت مع درجات الحرارة القياسية تجاوز 1300 شخص وأوضحت بأن الغالبية من غير المصرح لهم بالحج في الصياق نقلت وكالة الأنباء السعودية واسعا وزير الصحة فهد الجلاجل قوله خلال مدخلة تلفزيونية بلغ عدد الوفيات 1301 متوفين رحمهم الله جميعا 83% منهم من غير المصرح لهم بالحج الذين صاروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس بلا مأوى ولا رحى ووفق حصيلة جمعتها وكالة الأنباء الفرنسية من سلطات الدول المعنية وديبلوماسيين الجمعة بلغ عدد وفيات الحجاج هذا العام 1100 أكثر من نصفهم من مصر وعزيت أعداد كبيرة من الوفيات إلى الحر الشديد وتوفي 658 مصريا خلال الحج و630 منهم غير مسجلين وفق ما أفاد ديبلوماسي دون عرب للتوصل بجديد الأخبار تابعونا على صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي